السندوق الثالث بقى ربط الأوردة تمام هي ربط الأوردة في الأول كانت وسيلة من وسائل علاج ما يسمى بالتسريب الوريدي ودي وسيلة قديمة جداً بقالها أكتر من ستين سنة بتستخدم في العلاج لكن لما من أكتر من تلاتين سنة لقينا لها خاصيتين مهمتين كوسيلة علاج أولاً نسب نجاحها قليلاً إنها مش عالية بخيص إنها تبقى ومش نعمل لكل ناس الأهم من كده إن حتى ولو نجحت فلا تدوم أكتر من مدة قصيرة جداً من ثلاثة إلى ست شهور لإن بتبدأ الأوردة المحيطة بهذا المكان تتجدد وتعوض الأوردة اللي إحنا ربطناها ونستفدناش حاج أضيف إلى ذلك برضو مع الوقت إن إحنا لما نيجي نفهم تسريب الوريدي هنلاقي إنه هو مش مشكلته في الوريد أساساً عشان نربطه تسريب الوريدي ممكن يحصل نتيجة لإن القوة الضاغطة على الوريد ضعيفة يعني ممكن يكون موضوع كل القصور في ضخ الدم والمتهم الوريد ممكن يكون إن الأنسجة نفسها ما بقتش في المرونة الكافية إنها تتنفق عشان تضغط على الوريد والمتهم الوريد يبقى أنت بتعاقب واحد أو بتعالج حاجة ملهاش أي مشكلة بس هي اللي بتظهر في الأشعة يبقى إذن هي كوسيلة علاج بطلت من أكتر من 30 سنة لهذه السببين السبب الأول إنها نسب نجاحها ضعيفة لإنها ليست المشكلة حقيقة في أغلب أو 99 في المهم الحالات السبب الثاني إنها حتى ولو نجحت في القلة القليلة لا تدوم أكثر من 3 إلى 6 شهر بطلت خالص الأهم من كده إن إحنا لحد النهاردة أقسم بالله بيجي لي ناس يقول لك أنا سيم من الناس بيقول لي أنا هاستخدم لك ربط الأوردة مع الدعامة عشان تحسن أداية الدعامة يعني كلام لا يدخل أي عقل يعني ما هو حاجة من اتنين ما هي لو بيجيب نتيجة ما عملها لوحدها ما بيجيبش نتيجة ملاش لازمة دعامة وبعد الدعامة هنعمل ربط أوردة لإيه مع خلاص ما هو ده سؤال مبطيق ما هي دي نفع يا دي نفع لا دي جبار ده للأسف ده لازم ياخد جائزة أوسكر في الاشتغالة للأسف ده دي اشتغالة جامدة أوه للأسف بيجرأ والله حتى اليوم والله ما هو يناس إنهم بعد الدعامة ياخد فيجرأ يعني حاجة يعني ده صبق علم آه صبق بيجرأ 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 بيجرأ